بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين لأعزاء رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بسلحة والعافية والله يقدركم على صيامه وقيامه وعمل العمال الصالحة في جميعها غبنا عنكم فترة طويلة ونرجع لكم اليوم في شيء مقدمة عن كورس راح أعمل ومش كورس يعني خلينا نحكي مقدمة عن مقدمة في الدخول في عمل فريلانسر يعني كيف تصير فريلانسر وين المواقع التي تشتغل عليها كيف تسجل شو ممكن تربح؟ شو المطلوب بينك؟ أولا خلينا أحكي لك أنه فريلانسر على الانترنت هو أسهل عمل ممكن تقوم فيه على الانترنت إذا كان عندك موهبة أو إذا كان عندك اختصاص في شيء معين يعني مش أنت نايم 24 ساعة تتوقع الناس حتى تعطيك فلوس مقابل فقط أنك تكذب عليهم أو لا سمح الله طبعا لا سمح الله أو أنك تقنحهم في أشياء ما بتقدر تعملها لذلك إذا ما عندك موهبة قبل أن أبدأ الفيديو أو إذا ما عندك قدرة أو عندك عمل معين تستطيع انجازوا لهذه الناس اللي بدوروا على متخصصين فريلانسر عمال حر عمل حري عن طريق الانترنت الوقت ما فاتح لك حتى لو عمرك 50 سنة كانت تدخل على مواقع الكورسات وتتعلم في شهر في شهرين بصير معك شهادة أونلاين تعرضها على المواقع كإثبات لأنه كثير وراح إذا تتابع معي هذا الكورس راح تشوف أنه في كثير حيطلبك الشهادة أو الإثبات الخبرة مثلا لو أنت حكيت له أنا خبير سيو حيثيرك تعطيني أي دورة أي موقع أنت اشتغلت عليه أنت لو عندك دورة من جوجل من غيره من أي موقع آخر كورسات حتطيها حيترف فيها أو شهادة حيترف فيها وحيوظفك إن شاء الله تعالى درس اليوم أو فيديو اليوم حيكون فقط عن أمثلة حتى أنا أشجعك حتى أنت تشتغل فنبدأ باسم الله الرحمن الرحيم وأول مثال حيكون غير عربي بس هو فلبينية يعني هاي المرأة فلبينيةered عشshield الفلبينيين ليسوا متحديتين في اللغة الإنجليزية يعني ليسوا متحدثين لغة إنجليزية يعني اللغاتهم الأصلية ليسوا إنجليزية فهما زي nämlich وضعنا العرب فلا فكية اللغة الإنجليزية هي معضلة يمكنك التعلم حتى اللغة الإنجليزية في شهر شهرين زمان يمكنك تصير محترف بها لتتعلم يومياً وإذا لديك إصرار لتعلم اللغة الإنجليزية نتحدث عن هذه المرأة والتي اسمها غريس، فلورنسا، فلورنسيا أو ما أيضاً وهذه تحكي لك فيها رايتر و إدتر و إدتر مع كوبي رايتين هي عبارة عن محررة و كاتبة دارسة في الجامعة زي ما تشاهد ديجري باكالوريس ديجري في الإنجليزية يعني ما لها دخل في الإنجليزية بس هي تعلمت لغة الإنجليزية في مكان أو في آخر و بدأت تشتغل ساعتها الآن تبعت الساعة الواحدة لها 40 دولار يعني هاي المرأة لو شتغلت في اليوم 10 ساعات 400 دولار يعطيك إلى هذه مشتغلة على هذا الموقع فقط أكثر من 100 ألف دولار إخوان أكثر من 100 ألف دولار على موقع واحد من مواقع الفريلانسيك عندك خمسة ستة مواقع مشهورة فريلانسيك لو كل موقع أنت تجيب منه 100 ألف أو 50 ألف خلص عدد الساعات المشتغلتهم زي ما أنت شايف 9491 خلينا أحكيك شوي على موقع أبويرك هذا الموقع اسمه أبويرك طبعا تبدأ أنت في ريت كثير يليل 10 دولار أو 9 دولار و راح تعاني أول ما تبدأ لأنه راح تبحث عن الزبان راح تلاقي أنه في ناس من بدها ناس تشتغل عندها في ناس عرض الوضاع يعني أنت ستلاقي مثلا تكتب Translating from Arabic to English أو Arabic to English translation أو English to Arabic translation و ستدور ستشوف أنه في مثلا 100 وظيفة متاحة فأنت عندك أكثر من فرصة وهي أنك تقدم عرض أقل من عروض الناس الثانيين أو تثبت خبرتك في translation وتعمل cover letter مرتبة على المكيف تعمل cover letter محترمه وتقدم على هذا العرض حتى تحصل عليه من الشخص الذي منح الوظيفة هذه بإمكانك تحصل في الساعة على 10 دولار وين؟ ما البلد العربي يدفع في الساعة 10 دولار يعني سمع دنانية الأردنية للناس من الأردن 10 دولار تقريبا إذا كان من جنيه المصري 18 يعني 180 جنيه المصري في الساعة أي بلد في العالم يدفع هذا الريت أي بلد العربي يدفع هذا الريت أعطوني ما فيش فينا توقع حد شغال في ريت 10 دولار في الساعة يعني ريت ممتاز جدا سيقصم 20% الموقع لنفسه يعني هتستلم أنت ثمانية أو ثمانية دولار تقريبا على الساعة برضو ممتاز جدا وما توقع أنك تجده في عمل في الحياة الواقعية فأعطيك مثال هذه المرأة اللي اشتغلت على نفسها وصارت writer وبدأت من الصفر عندها 9491 ساعة تعمل 152 job إذا تلاحظ job success عندها 99% يعني 99% من الوظائف التي تشغل عليها نجحت فيها وهي أقل من 30 ساعة في الأسبوع يعني هي بتشتغل أقل من 30 ساعة في الأسبوع وما شاء الله عليها مبدعة يعني أقل فقط هذه المبالغ كلها في أقل من 30 ساعة في الأسبوع خلينا إلى الآن نتحدث عن ناس عرب منا مثلي ومثلك عرب ومشتغل على موقع نبدأ في هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص عاملوا أكثر من نوضي يعني هذا الشخص عامل بويس اوبر بحكي لك أنا بعمل لك بويس اوبر ندخل على بروفايله ونشوف شو بعمل هذا الشخص ما شاء الله عنده أكثر من 596 يعني 596 ربيوز يعني عنده وظائف كثيرة بشغال عليها حاليا نشغال بحكي لك على أربعة أوردرز حاليا نشغال عليهم ببدأ من خمسة دولور مرحبا مرحبا أتمنى أنك تستطيع بشكل مستوى بشكل مستوى سأخبرك أنه سأتأكد تماما أنك مبسوط من الخدمات التي سأقوم بها و راضي عنها لتأكد ديمو ريال و تأكد بشكل موقع سأخبرك إذا أريد ديمو و تسمع كيف صوتي إلى آخره و إذا أريد أن تنزل عينات من الصوت التي سأخبره سأذهب إلى هذا الموقع سأخبرك فقط 1 أجل مستوى على كل 50 أجل سأخبرك كل خمسين كلمة تخيل الرقم كل خمسين كلمة اللي أنا حكيتهم بالآخر 10 ثواني فيهم 100 كلمة كل خمسين كلمة سأخبرك بوضع خمسين دولار The price doesn't include commercial use يعني إذا بدك commercial use استخدام اقتصادي على يوتيوب أو غيره ستتفعلي 25 دولار زيادة Or broadcast right والتي هي 50 دولار Please ask for the right license for your script بحكيك يا ريال لو تطلب مني اللايسنز أو الترخيص لحتى تستخدم هاي السكريبت أو الصوت اللي أنا تعطيك يا Customs Custom orders are an option إذا بدك order معين لعدد أكثر من الكلمات برضو مكانك تطلب هذا العدد معين من الكلمات زي ما نحن شايفين عنده أكثر من عرض وأكثر من طريقة والناس كثير يبدون بصوت معه We have been working with this seller for quite some time now And we're all satisfied with the delivery both in terms of quality as well as delivery time يعني هذا الشخص فقط يقوم بتسجيل خمسين كلمة يكون مش فقط هو عمل عظيم وصعب عنده أجهزة معينة خمسين كلمة بخمس دولارات هذا مثال يعني تسجيل الصوت بده بس موهبة بده صوت معين بده أن تتحكم بصوتك عندك جهاز معين للتسجيل وقدرة على تعديل هذا الصوت وبهي أنت حصلت على دخل من موقع فيبر على سبيل مثال هذا الشخص اللي عندي هنا بحكالك I will design Arabic logo عند Arabic بحكالك رح أصمم اللوجو في اللغة العربية بـ 20 دولار عنده 181 order وأقل سعر عنده 20 standard 30 premium 50 فنفترض أنه شغال بس على 20 مية ورزده طبعا و 181 review هذا ميش order يعني أقل طلبات عنده 181 طلب يضرب 20 يعني هو أقل مبلغ محصله و 3220 دولار من هذا الموقع مع أنه الorder يعني شوف ما شاء الله اللهم صلى سيدنا محمد 294 ربيو حتى أكثر لسه حامل لك logo يقول لك أنا بعمل لك logo وتفعل 20 دولار فإذا أنت مصمم مصمم لوجوهات أو مصمم أي شيء بإمكانك تعمل برضه نفس طريقة العمل في كثير من الباع العرب على هاي المواقع وبصراحة شيء عظيم شيء يعني يفلج الصدر كما يحكوها باللغة العربية إنه تشوف ناس ناجحة وتقييمه وكمان خمس الشب ما شاء الله الله يرزقه وزيده نشوف غيره نشوف بคน ؟ من أية دولة من وسط هي من مصر بخيكلة تعplicيه أنر راح ترجم من اللغة العربية اللغة العربية من العربية للإنجليزية أيضا عندها تقريبا 300 e 1 وعندها أكيد أقل شيء بـ بخذ أية دولة 400 كلمة بترجمتها حر officially تخو yere إذا متمكنة من اللغة اللغة الانجلزية فأنت فأنت بمعدل يعني تقريباً خمس دولارات للساعة كمان ليس سيء بصراحة لكن ما شاء الله يعني في كثير ناس طلبين عندها أوردرز وفي كثير ناس عم بيحمدوا في شغلها وحالياً عندها طلب قيد العمل وهي فكرة يعني لأنت تشتغل ما في أي عائق إليك تبدأ الشغل الآن الآن تبدأ الشغل عن طريق موقع فيفر وتجني فلوس من الموضع بصراحة لأنه فرصة عظيمة إليك أب ويرك فيفر كثير مواقع راح شرحها في هذا الكورس البسيط جداً مش كورس كما حكيت قبل ما أبدأ الفيديو واللي هو تقديم مهام يعني أنت تقدم مهام مرة شفت واحد هون بحكي لك أنا بصلي لك على جبل الكيت بوذي هو يعني وحاد صوته بصلي بالصلاة البوذية وعنده تقريباً أتوقع كان عشر تلاف أو إشي زي هيك ريفيو عشر تلاف ريفيو على إيش على الصلاة البوذية بوقد إليها شأنه خمسين دولار وكثير ناس كانت بتحسنت حياتي وإلى آخرين بضحك عن ناس يعني عشر تلاف انت بتحكي عن خمسين دولار خمسين مش عارق خمسمائة ألف ولا أخير بصراحة كان رقم مرعب فأنتم كانت دائماً تأتي بالأفكار الإيجابية اللي إمكانك تكسب منها فلوس في ناس كانوا عاملين قبل فترة كمان بحكيك أنا بصور اسمك في أدغال أفريقيا إيش يا رجل إيش بدي بإسمي في أدغال أفريقيا بأخذ منك عشر دولار على شوت ما بتأخذش تقريباً خمس دقائق ففي أكثر من فكرة لتربح أنت تبدأ الآن ربح من الإنترنت والتسجيل في هذا المواقع يا شباب مجاني 100% يعني التسجيل في موقع فيفر أو في غيره من المواقع مجاني 100% لذلك أنا أنصحك كمان أنك تبدأ في العمل عندي هذا الشخص كمان من مصر ما شاء الله عليهم أهل مصر عنده خمسة، خمسة، خمسة وعشرين عنده التقييم خمسة لأنه بقدم شيء للناس بقدم شيء فلن معتفر للناس فعنده التقييم ما شاء الله 416 في خمسة دولار للخدمة بحكيك أنا بقدم لك خمسمائة كلمة بترجمك إيها من الإنجليزية للعربي يعني واضح الرجل إذا خمسمائة كلمة بأخذ منك خمسة 1500 بأخذ منك خمسة 1500 بأخذ منك خمسة وعشرين يعني تقريباً نفس البيت بس الأيام زي ما تشاير بإمكانك تأخذ إذا بدك زيادة تأخذ مش حط هو الزيادة، لا كاتب اللغة العربية هي لغة الأم أيضاً وعارف هي في دولار بنغاد بنجاب أيضاً نص من اللغة الإنجليزية العربية إلى آخره عامل كثير نص مختصر عن نفسه عن خدماته وماشاء الله عليه الله يوفق يا رب ويبدو أنه يقوم بعمل جيد على موقع فغر هذول الناس أمثلة قبل أن نبدأ الكورس إن شاء الله تعالى قدمت لك يوم في رمضان الكريم إلى هذا العام حتى أن يصير عندك حافز تشتغل زيهم، أنت مش أقل منهم أنت مش شرق تنجح مثلاً تعمل موقع تربح ملاد سنس، يمكن هاي الشغلة مش إلك، يمكن مش إلك لأنه هذا يعني أنك فاشل على فغر هذا يعني فقط أنه مش إلك مش مكتوبة لك الشغل فعندك الفريلانسينج اللي هو زي ما حكيت أنا هو أسهل عمل على الإنترنت مجرد معرفة لأساسيات مجرد معرفة كيف تبدأ كيف تسجل حساب كيف 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 أنت ممكنك تبدأ في العمل وتبدأ ربح الأموال وتطور من نفسك على في مجالك وبالنسبة للناس اللي ما عندها مهارات أو عندها خبرة أو أي شيء معين الإنترنت يوفر لك كل ذلك سيو، يمكنك أن تكون خبير سيو على الإنترنت مبرمج، يمكنك أن تكون مبرمج في شهرين على الإنترنت فيه لغة معينة أو ثلاثة أشهر لغة الإنجليزية، يمكنك أن تأخذها في إذا كنت آسف على الكلمة إذا كان مستواك جداً سيئ حتى يعني عقلياً ليس مساعد نفسك آسف كمان، بست أشهر وتصبح خبير في الإنجليزية أو لديك ما يكفي لترجمة نصوص ومقالات فقط يعني الموضوع سهل فأتمنى منكم إذا اللي بدوا مساعدة لتحديد المجال اللي بدي يشتغل فيه، يتواصل معي بساعدكم، ما بدي منك اشي بديك تنجح بس بديك يصير عندك دخل، مصدر دخل من الإنترنت تنفع فيه نفسك وعائلتك كذا كان لك عائلة شكراً للمتابعتكم في درس جديد إن شاء الله في قادم الأيام، أتمنى منكم التسجيل الاشتراك في القناة متابعة جميع الفيديوهات اللي إن شاء الله إذا تبعتها تحصل دخل من الإنترنت إذا طبقت ما فيها شكراً مرة ثانية ورمضان كله ترجمة نانسي قنقر